مرحبا بكم في قناة قصص مغربية وقعية جوج اليوم سوف نرى قصة جديدة قبل ما نبدأ هذه القصة لا تنسى معك واحد لايك وكومنتر لكي تشجع نحضر لكم دائما الجديد شكرا السلام عليكم أمعكم حسن سائق شاحنة أول شيء نريد أن أشكر أولدي الماضي الذي تشاهد في قناة ديالو في أوروبا في المغرب ومنسني في الطريق ومنسني في الوحدانية وفي الليالي اللي كان دوز وانا صايق لليخ الطيب وشكر اللي بزاف على هذه القيصة ساعده وجات نوبتي بشانا نعود لكم واحد الحادث كان طراليا طراليا شانا نقول لكم يعني في ثمانية وتسعين تسعود وتسعين الفين في هذا الوقت طررت لي واحد القصة مع واحد الكوبل طررت تعرضت أنا لهاتش هذا اللي طراليا مع الناس هذا نحن سائقين شاحنة اللي كم شون ديال لأفريقيا ولأوروبا غالبا مي كان كنو غادي الأوروبا كتكون هدنا واحد دوري يديا لأنه أنا كنقلبوا شاحنة ديالنا ليكون شي واحد حارك فيهم حيث هذا اللي كان اضل لكم عليه كانت معروفة القضية ديالنس كي حرقوه في الكاميوات وكاميوات اللي مشارجين وخسك تردد بالاك وطراليا اتشي هذا نفي طراليا مع دراري حصلتهم تنديهم البوست ولأنه خسك ضروري تديك لاربهم حيث لو قعت ليش حاجر انتليك تحمل مسؤولية كم قورات ديالنبالنا حتى الواحد النهار ويوقع ليش شي كامل اللي غادي نعود لكم واللي عود ليش دري دري اللي عود ليش هاد القيصة هادي وغنعود لكم كيفاش ترى وكيفاش وقعها ايوي سيديانا كنتش في المغرب وكان خسنيت دي واحد الحمولة الالمانيا غندوز من اسبانيا وغندوز على فرنسا وغندوز على سويسرا وعاد غنشي الالمانيا كان ادولو تخاجي ديالي اللي غادي ندير ورجع في حالتي شديت طريق قد ديت الامور ديالي مشيت لعند المول سلعة خديت سلعة مشيت قد ديت الامور كل ماية وقلت بسم الله وغن توكل وغنش طريقي وكانت ديك ساعي الله بديت في هذه الخدمة كانت تكون عندي فيها واحد عامين بحلقك حيث عامين انت صايق ماشي شي اكسبرينس كيت سمي الله بدي في هذه الحرفة شديد الطريق هادي كأنه شيئ لم يكون كل شي بيخير وصلت البور ديالطانجا وصلت البور ديالطانجا باش نطلعو في الباطوغي وكان شوية ديال شوية ديال ديرانجمونت ما تأخرنا بزاف بقاول كاميوات واقفين كان واحد المشكل في الباطو كان واحد المشكل في الجاماريك قلب هادي قاد كل شي دازم زيان وخطعتنا كل شي دازم زيان انا مازال اليوم انا هذا ما عرفت كيفاش هذوك الجوج اللي لقيتهم انا تمه كيفاش ديرو طلعو لتمه وفوقهاش حيث من لي جو يقلبوا لي انا قلبوا لي الكاميو في ذاك الدورية اللي كتدي لجاماريك كاللي كيتقلب كاللي ما كيتقلبش انا ما تقلبتش ذاك النهار احل كده طل صافي ويسد حيث وما كيكون عندهم معلومات وكيعرفوا الناس اللي كتتاجر في ذاك الممنوعات وذاك الشي يعني وما عندهم الاختيصاص ديالهم إلا شكو فكرا غايخويولك ذاك شي كامل غايخويولك انا داك النهار ما تراشت لي ايهات شي عدا دز في الباطو وصلت للسبانيا خرجت من الباطو شديس طريقي ما بقى ليه وانو خرج من اسبانيا قلت اجي ارتاح شي شوية وعندي الوقت باش انني ارتاح ومعت شنو اللي قالي يا راسي نقلب في ذاك ستاسيون اللي وقت فيها نقلب نشوف لكين شي واحد ولا هادي بديت انقلب تحت الكاميو فرويت السوكور في هادي حليت الكاميو وطلعت كان نقلب ما بين السلعة وذاك شي حتى كانت تفاجئ بدري وبنت مكبطين مع انا عندي مع عندي تلاجة مما مكبطين ولابسين وتخلعوا نات دريت غياب هم مخبين لورد يا السلعة يعني كي القولوار اللي كان نزمنه هنا اياه وتنقلب سلعة شنو كين هنا شنو كين انا وكين من اللي وصلت الاخر دية الكاميو لقيت الدري والبنت لابسين مكبطين غير شتوم ووقف الدري در البنت موراه قالي يا حبس شوف قبل ما تدير اي حاجة خليني غين عاود لك على شحناي هنا اياه ونعود لك شنو طاري وديك السعادة اللي بغيتي دينا البوست ولا رجعنا البلاد ولا شوف انت اللي بغيتي قلت لها بطومة قلت لها قلت لها ما قدر يكونوا قول بوليس قلت لها لا غير هبط معايا طلعتم معايا الكاميو حت كيبانوا نقيقيين ولابسين مزيان ومعاها بنت جاتني فشكل طلعتم الكاميو قلسات البنت في البلاسة اللي كان انا اسفيها وقلس انا في البلاسة الشيفور وقلس حدايا قلت لي مالكم شو واقع عليكم شنو عندكم شكو انتاو شكو انتاو شكو انتاو شنو دايرين شو قل يا انا غان عاود لك كل شي قل يا اذا البنت هذي كان بغيها مني وانا باقي مراحق كان بغيها واحد الحب اللي معمارني زع ما معمارني عرفتش بنت من غيرها تواعتب الزواج ومشي تدوز تستاجات ومشي تتغربت على تغربت في البلادي ومشيت ما خليت فين خدمت باش انا نتزوجها هما جيراننا وبهاك يعرف بها ومدارهم كيعرفوا دارنا وبهاك كان واحد اللي كي تلف بنته الفلوس وبغي الرجل يدع يشاف الامان ويشاف الفلوس و انا ما بغيت تنضيع عدل بنت هذي وقلت النوض مشي نخدم على راسي ما خليت فين خدمت خدمت فلوزينات خدمت في اي حاجة وتنجمع للريال لخو باش انا نندرو هذ العرس و باش انا نلقاش يخدمها مستقرة و نتزوج بادل بنت هذي و انا عارفة كتبغيني رأيي لا تفارقنا غتوقع شي كاريتا ولا غتوقع شي مصيبة كان بغيو بعضياتنا واحد درجة كبيرة 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 سهلا لي يا سيدة ربي و لقيت واحد الخدمة في واحد الوزين في الناظر هذا الوزين هذا هو وزين اوروبي و لكن مستقر في المغرب و لقيت خدمتي و رصوا معي الامور و رصوا معي الوراق و اللي تنتخلص مزيلا و اللات عندي موبيلتي و اللي تنفكر انني انا نتزوج بادل بنت هذي همشيت لعند بباها و شا نقولك يعني راحب بيها و قتليها شنو كايان و شنو فين خدمت و و فين خدمت و انا دبرا اخدم في الناظر و بغي نتزوج البنت و ما يخصتها خير و نتصلى فيها و كذا و كذا و كذا و قدرت انني نقنعه باش نتزوج بيها قلت لي انا مكرتش انني نديرو خطوبة واحد شهير باش انني نرسل امور ديالي و بعد نتزوجه البنت قبلات بطبيعة الحال حيث بيناتنا حب و باغيها و ما عمرش في واحد عرف العلاقة اللي بيني وبينها هذه الخطوبة يالله ضربنا واحد جوجه لثلاثة السيمانات في الخطوبة نضل الواليد دابز معهدك السيد بسبب الله بنتكم اللي هذي شي امور صداق ما صداق و ما تدخلوا في شي حواج اللي ماشي يشغلهم ذلك شي بني وبين مرتي و ما بدوا تدخلوا مع بعضياتهم كلمة مني كلمة من النكتة تزايدوا و ما يتسابوا و ما يتدابزوا واحد المدابزة توصلوهم عند البوليس من اللي وصلوا عند البوليس شفوا راسهم اللي غير يمشي و بجوج في هالحبس حيث رونات في الزنقاء و داروا لهم ذلك سوق الجوار و ذلك شي و سامحوا لبعضياتهم و لكن الواليد قال لي ذلك البنت ما تدخلش عليها و ذلك الناس ما يدخلوش عليها للدار و بقت البنت نفس الطريقة قال لي هذك السيد دارهم و لبها و لامه هذك السيد ما كي لاجواج لا سيد يذكرين انتي غا تجيو جيب واحد السيد من العائلة اللي بس عليه باي خير مخصوطها خير هذوك الناس ما عندي من دير بهم و هذ الخبار طاحت علينا بحال الصعيقة بحال الصعيقة نقول لك طلقتني في الزنقاء كانت سامر عليها طلقتني في الزنقاء شافتني خرجت احنا بينتنا واحد الاشارة كديرها ليها كان عارف بلي غا مشو الواحد الباصة نطلقعو فيها و نهضروه مشينا طلقينا بده تتبكي بده تتبكي وش تلب ساحوي جاودك شي قلت لي انا مغرجاش لديك الدار راه الواليد قال لك مستحين تجمعونا وياك مستحين تجوجو و انا لما تجوجش بك راه نقص الراصير بغي يجوجني بوحد السيد من العائلة وكذا و انا تشادره ما يدخلش ليها لدماغي شا نقول لكم في ذاك الليلة في ذاك الليلة شا نقول كيني انا ذاك الساكن تخدم في النه دور و جيت جيت للحومة حيش كان جي لبعا في جمعو سبتو حد و لا كان جي سبتو حد كان جي ندو زم عموني الدار نيت باش كان بقى قريب لها فجيت انا كنت لعفتش تديري نوضي الله معي هزيتا و امشينا في ذاك الليلة هزينا ثلان و امشينا الناظر امشينا الناظر حيث انا كاري واحد البويت و اديتها معي لذاك البويت كنت لها بارة بطبيعة الحال من اللي ما غاتبتيش في الدار غيمشي و يقلبوه كذا انا مكاينش انتي مكاينش يعني رغي يقولوا بلي رهربتي معي و غيعرفونا بلي انا ركين في الناظر و غيعلمو البوليس و غيي geworden الـ فنابط رح مستعى انا كانت عندي فكرة ان коي في الخارج و أعمل بالناظر امستقل muchísimo بـ therefore الち linguistic انا فهمتل و عدي الفرصة حكثي انا نقلق الخارج كانت في الاستم thing عاد ي반ق بالنخليق من العديد في ساعة موضوع في بانك وعندما قمت بتحديد مني و taste جمعي حواجك وتبصتك ببطء جيد وكتببت وأنا وتعطيت حواجتين به الوقادي بحضرة وقد قمت للتعليق ولمنتم للتعليق والأشران وكي أرهزي موضوعا على الهند لنتمت في حياتي ويصرفنا الأورا فقد قمت لدينا تقريبا متناقرات تصرحات الأورا وليكن لدينا فحيات في حواجي وممشينا للبور وبخنا كانوا تسناء الكاميو اللي غتلقوا فيه الفرصة المناسبة فاش اننا ندخلوا له حنا كانت سناء و جيتين تايا بالكاميو ديالك و ستصوينيتي مع الدراري وبخيتي كتة در و كان الباب ديالك محلول كانوا شيدلالك يقاط دولك كيستفولك سلعب كيستفوا ديالك الساعة نستغل لنا ديالك الفرصة ودخلنا معدخلنا انا قتلاقل سيني دخلنا الداخل شدينا واحد سلعات تخبينا بهم وحنا كنسمعوهم وكنشوفوهم وصايبولك ذاك الكوروار وصايبولك كل شي ولا كيرا مدوا ما جابوا ما شافوناش كيفاش طلعنا احنا ايا وكيفاش قلسنا تم انا فاش عود لي اي شي دا كامل عزا لي اي هاد الولد وخصوصا ملي جبد لي الفلوس وبي لي بلي عنده الفلوس وبغي يخدم وعرفت الديبو اللي كان نخدم فيه والوزير اللي كان نخدم فيه في النظر عرفته بقاو فيه بجوج بزاف بقاو فيه بجوج وبقاو فيه لاذاك الوضعية اللي هما فيها كتلعبتش غدير بحكمتها عندك تجربة فاتش هذا غا تمشيوا معايا غندوزكم باش مما كان انا النهاية ديالي هي المانيا ولكن انا الناس اللي كان عرف كان عرفوهم في اسبانيا غا ديتمشيوا معايا عالطراجي كامل طل المانيا يلي تشديتوا في الطريق رخصكم تبرقوني من هاتش هذا وتقولوا كذا 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 بلي انتو مرة طلعتوه ومرض اللي يقوم البال ومعندي بيقوم تشي علاقة وما حصلتوش رغر رجعو الاسبانيا ومديش ارجعي اذاك شي هنخليكم في هاته البلاسة في المانيا بيدمن خويت سلعه وارجع لكم نهزكم ونعاودونها في طول اسبانيا عراك نعرف واحد السيد يقدر يعاونكم فعلا ذاك شي اللي دارت معاهم مشوا معايا طل المانيا ما كانت تشي مشكلة في طريق كاملة مرة مرة نوقفونا طيومي اياكلونا طيوم هادي مرة نتفعلوهم تلاجا مرة نشعلها مرة نتفعلوهم تلاجا بشي تقضبتو شوية مع ذاك البرودة اللي كنتم ديش هارجيت سلعه خليتوهم في هاته البلاسة في المانيا ديش هارجيت سلعه وزيتو معاو تاني ورجعت بيهم هاته كترخ كاملة حتى وصلنا لسبانيا فاش وصلنا لسبانيا عايتل واحد السيد قلت لي رغان ملي غنكون دايز حتى نمانديش الوقت قلت لي ملي غنكون دايز هنخلي معاك جوج ديال نس واحد دري وبنت تان عايتلك نقولك شنو هتدير معاهم وصلنا لعن ذاك السيد حتيتهم عندو ذاك السيد كونفيونس تيقا كان عارفو والد بلادي كان عارفو كبير معايا كان عارفوهم بزيان شدوا واحد الوزين كبير ثم في اسبانيا وحتيتوا عندهم وقلت لي هاتر هاد الناس هادو رخصهم يتصيبون لهم وريقاتهم دبر لهم معلاش خدمة ولا دبر لهم معلاش حاجة يدبرون لاراسهم عراهم هاربين البنت ربغيش زوجة بباصحة وهم مرتي بغيو بعدياتهم وهم مخطوين وراش كيين هاش كيين هاش عاوت لهم عيني بختصار ذاك شي اللي عاود لي ذاك الدري مسكين اللي بقى فيه وقت عليه قلبي فعلا شدوما ذاك السيد خدم عندوش حاجة ديال الفلوس باش يقادل لهم الامور ديالهم الفلوس اللي بقات لهم بقاوا عايشين بيها وعطاهم واحد البيت فين يبقوا عايشين وخدامي وممطن البنت خدامة في واحد ديال هوا عندو مشروع ديال فلاحات السيد البنت خدامة تدري خدام وعايشين تما بيدماني يساوي لهم الوضعية ديالهم فعلا داس واحد المدة أنا مرة ملي كان كون دايز من اسبانيا كان سوول فيهم كان دوس اسبانيا نشوفهم كمش نو شخصهم شي حاجة وش هادي وش هادي داس واحد المدة مرة نشوفهم مرة ما نشوفهم مرة ما نشوفهم مرة ما نشوفهم فعلا وفاحد المدة ديال عامين قدروا انهم يصيبوا الوريقات ديالهم وتزوجوا تم في القنصورية المغربية وقادروا الوريقات ديالهم وقادروا الامور ديالهم كاملة والكونتر اللي صيب لهم تكسيد قادر لهم الامور بشكل قانوني هم عبروا بطريقة غير قانونية ولكن صيبوا الوريقات ديالهم بشكل قانوني ونزيدكم فاش انهم تزوجوا تزدت عندهم واحد البنيتة تم في اسبانيا تزدت عندهم واحد البنيتة ما جاوش هما المغرب نهائيا ديك المدة كاملة واحد نار قلت لهم راني هابط للمغريب إلا بغيتوا تشيوا معايا راني هابط للمغريب يلا هو معايا أنا أغل إلا عندكم فلوس قطعوه الباطوه ما عندكم شرعنا نتكلف غي يلا هو معايا بغيت نمشي معاكم نداركم نصل الحوض الوضعية بقوا فيها بزاف يعني عشت مع القيصة ديالهم عاطفيا وقلبا وقالبا فعلا عجباتهم الفيكلة هزيتهم وغبطنا خليتهم عند الوالدة ديالي ومشيت أنا واللول بعدها ومشيت أعطوني العنوان ديالفين ساكنين ومشيت لعند الباطل الدري قا حزب فشها درت معهم قال ليس لعند الباطل والرابة إنسان من فاتح وكي عارف يدر وكي عارف يتعامل وهو ما في ذلك العامين مع أي طول دارهم ما عدرهم معهم ما توصلوا معهم ما وانوا وذلك العامين كلها هو ما تتحب لهم ماتوا ولا هربوا ولا داروا شكاريتا مشيت أنا عند الباطل الدري السلام عليكم وعليكم السلامتا وفلان أيانا وفلان الله يجزكي بخير قل لي يا اوه شايفية خبار على والدي ولا شنو ولا كيفا قلت لي غيرها جل له ديك إلا أنبعده من الناس ونظره نويك بشي نروح القيوة ونعود لها ديكام اللي عودت لكم بقاتب كي تخبط أولي على والدي أولي كذا شداني ندابز مع بوها شداني ندير شداني كذا قلت لي والدك ره بخير عليه خدام بالكونترا دياله بمرته ببنته مخصد تشيخي قلي وفينا هو دابا فينا هو دابا قلت لي شوف الله يرجزك بخير غاتمشي معايا وغنديك تشوف والدك رخص ناص للحوض الوضعية هاتي الزيتو معايا ديتو عند الوالدة صافرنا قولي ديتو عند الوالدة شاف والده فرحوا بقعوا البكاوات عن قنين عن قوك وتيبوس في البنته وتيبوس في البنت والده واحد الحالة واحد الحالة عاطفي هي كبيرة 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 في السحف رجعنا كاملين البنت والراجل والبنية الصغيرة وهو وانا والوالدة ديالي رجعنا كاملين رجعنا مشي ننيشا عند ضر ضر الراجل اللي بنته كنا متوقعين أن الراجل غي بدي يغوت أن الراجل غي بدي يسبه لحيط هو كان خيب هذا كسيد في التعامل دياله دقينا تطل الأم تطل من شرجم كتشوفنا كاملين مجموعين الصخفات لهم بعدها تم نطل أختي البنت بدأت تتخوت مواختي واختي واختي جات عي طلبهم جا كل شي كيبكي تتعانقوا مع بعضياتهم كل شي كيبكي فين أختي فين هذي يطلعونا جات أموت الدريج جات العائلات جاوب حلا قلت يرعبتي خبر هائل جدا وتجمعوا العائلات وتصلحوا وشي كي ندم شي ندم شي بقى في الحال شي تخلطت الفرحة مع السعادة مع الحزن مع كل شي تخلط وقلت أنا واحد من ذاك العائلة واللي ندل بها عائلة يعني كنشوفوا بعضياتنا ونتظهروا في المناسبات وكذا ودابا لي يومنا هذا مازال هو كي يجي عندهم في الصيف ويجي يعيش معهم وتزاعد عندهم ذري خور وعايشين بيخر عليهم كان هو بغير روي هاد القيصة لهاد القناة ولكن مزعمش وانا بغيت ان حبيت انني نرويها لكم حيث هاد واش انا اندي فيها دور ولا انا رسالة صفتني صدر بلاد الناس هادو الله اعلم وكان شكركم بزاف على الاستماع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة